نعمل تاني وصفة من وصفات السعودية اللي هي المصابيب ومقدير المصابيب عبارة عن 1 كوب دقيق أمح كامل 1 كوب دقيق عادي 6 معالق كبيرة حليب بودرة 2 بيضة 3 معالق صغيرة خميرة 4 معالق كبيرة سكر نعم أو سكر بودرة يعني رشة ملح 3 كوب ميا دافية 3 معالق كبيرة زيتة علشان ندهن بها الطاصة وللتقديم عندنا عسل وإشطة بلازية احنا هنحط المقدير مع بعض الاول بس هضرب البيض مع السكر بسرعة بعد كده هبتدي أحط بقية المقدير الحبهان الحليب البودرة الدقيق الأبيض الدقيق الكامل هنخلطهم بس كده شوية وحنبتدي نزود ميا ما نحطش كل الميا الأول نشوف لو حتاحتاج تاني نحط شوية ميا كمان اوكي كده كفاية وبكده نكون جاهزنا خلطة المصابير هنجيب طاصة نحطها على النار وندهنها بشوية زيت ونجيب الخليط طبعا زي ما بنعمل الكريب أو البانكيك بنحمر ناحية وبعد كده بنقلبها تتحمر على الناحية التانية هو طبعا المفروض نحن نسيبها لحد ما تخمر الأول وبعد كده نبتدي نقليها فبالتالي دي شكلها شوية أخف من ما هي مفروض لأن احنا لازم نسيبها تخمر وبالتالي حتدخن شوية لأن الدقيق خصوصا دقيق الكامل حيشرب جزء كبير من الميا اللي حطناه فيها وهو حيتمدد وبالتالي حتبقى العجينة أدخن فدي طلعة رفيعة شوية لأن ما سبناهش تخمر قبل ما أحطها على النار علشان الوقت طبعا مش حقدر أسيبها ساعة وأعملها لكن دول احنا عملناهم من قبل كده ودي النتيجة لما بنسيبها تخمر الأول وبعد كده نحطها على النار وبتتقدم مع مع سن وكشتة بلدي اشتركوا في القناة